السلام عليكم محمد الله وبركاته اليوم حتى نفترى علبة بلبل براث من الكرامة من الجزء الرابح لللاعب وسام في بيبة البيرز طبعا البلبل أصلي من تكارة تومي والإصدار بي 139 هذا هو اللاعب وسام واللي متعودين يكون اسم اللاعب فريد ولكن يتغير اللاعب وكل حي تغير الاسم وهذا هو البلبل براث من الكرامة وترى هذي كلها اسماء رسمية من سبيستون هذه هي علبة البلبل وتميز عن باقي علبة البلابل وبالذات علبة الحصل المسلح انه هذي العلبة سيكون معها جهاز اطلاق والأول مرة يجيب هذا الشكل جهاز اطلاقي ساري برب كرامة من فصل هذا هو جهاز اطلاق سيجيب بلون أصفر ورب كارت سيكون بلون برتقالي وهذا هو البلبل الأساسي براث من الكرامة فعلبة من الجنب فيها المحترات ستكون داخل علبة من ليف ديسكرافر جهاز اطلاق وأكيد فيها أنماط البلبل انه هو نمط قادر على التحمل ونمط الدوران اليساري بنظام البرست فخلونا نشوف تحين علبة مليسار قينا نتكلموا عن نمط ليرات بلابل الجي تي الجديدة نمط القامة العلبة من الخلف فيها كثير اشياء اللي نقول لكم هي بشكل سريع نتكلم في العلبة من الخلف من فوق وهنا عندها طبعا براثين قاعد يحطر بلبل الامبراطور الأمواج للبلبل الدفاع اللي مستحيل انك تحطر بلابل هجومية فقالين يقولوا انه بلبل براثين قادر على التحمل يحطي الامبراطور الأمواج هنا مخطر الطريقات البلبل وكمان هنا رسمين انه براثين فاز على الامبراطور بقوة الدوران وهنا قلين يقولون عن نمط الأسطور الخرافي اللي موجود في الدسك وهو الدوران الحر طريقة الدوران الحر اللي في دسك الحصل المسلح واللي على فكرة فتحناه هو ثنين البارع بجميع اللي يراد ثنين البارع في القناة فروح تشوفوه لو ما شفتوهم هذول هم بلابل الاراضي جديد هنا حطين جهاز الاطلاق وبعضه قلين اتكلم عن دسك مرة ثاني وفائد الرهيب اللي حقول لكم هي في المقطع وفتا العلبة ذهين بالله نروح للشرع عن قطع البلبل حاب دكوك لما كنتم مشاركين بالشرق نارده في عجل درس تنبيهات يوصلكم مشاعرات جديدة أول ما ننزل مقاطع جديدة ورد يا جماعة روزراء لا خلوا هذا المقطع انتشر لأنه في تحدي في مقطع اليوم صرني البلبل جديد من هاسبرو بتقنة الهاب السفير زي ما نشوفين من بي بلاد بير سيرج البلبل الرهيب الصراحة من أفضل البلابة اللي قد وصلتني فى حد اليوم لو وصل المقطع للفعل لايك عانطوا لحنزولكم هذا المقطع حاصروه على طول بعد ما خلص من صرفة علب البراثن فنرجع الى حين البلبل البراثن الكرامة طبعا اللير وكل عادة وكل بلابه للجي تي وهذا الشي اللي مييز للجي تيون اللير حتنقسم للثلاث أجسام نفس الجي تي شب والحليل اللي في اللير واللير نفسها او اللي هي الويت والجي تي شب والرنج من الرنج طبعا كلها تجموه على سير اللير واكيد ما ننسى الديسك والدرايفر ولا على الفكرة اتصار الديسك الار تي واتصار درايفر الار اس او اسم الدرايفر رايز يعني بيبة البرس رايز سمو اسم الدرايفر على نفس اسم الجزء قبل اندار فتا العلبة نذكركم من اللي حابين شو والان فى متجر اكتروني سويت توس اللي كونتحى في صندوق الروس حاليا فيه تغيرات مرة كبيرة وجبارة في المتجر تقيمت هنا من سبعين فيه من هالتغيرات ترى يا جماعة متجر يبيع بلان من جميع الاجزاء وبأعلى جوجه وبأسعاره متفاوته فاشرينكم على الرابطه سيكون دا حفظ دولوس وترى التوصيل لجميع دول العالم وجميع طبق الدفع متوفرة فكت اللصق قبل شوية فالحين خلونا نخرج العلمة مع بعض خرجتها فى يلا نشوف مع بعض ريبكار بلون برتقال الصراحة الهون مرة حلو وربق التعليمات مع الاستكارات شوف الاستكارات مرة قليلة ما فى اي ورقة ثانى معها وهذا جهاز الاطلاق لونه غريب شوف جهاز الاطلاق هذا توقع ان شوفته مع مجموعة الريز من تويبرو طبعا اكد كلكم قاعدين تسألوا ان انا فلن قدرت اشوف هذه المجموعة اللي حاب يشوفها روح تابع المقطع للزيارة من السوبر دوم في جدا المهرجان كان دعا من سبيل سونة روحنا ولقان بلاب الريز جديد فاروح تابع المقطع طبعا البلاب الى جماعة ما ظهرت الى الان فى اي مكان بالذات البلاب الى تويبرو فلقناها فى المهرجان وصورنا لكم هى وكان فيه جفرة كده يعني قلنا لكم هى فاروح شوفوه تابع المقطع كان رهيب كمان اول شي خلونا نوريكم الاستكارات وارقة التعليمات هذه هي الاستكارات عن قرب هي صراحة الرهيب فيها ان هي قليلة بس اللي عقد فيها انها صغيرة وحتكون معقدة شوية كيشوفوا هذى ورقة التعليمات اتكبرتلكم الزاوية اتكبرتلكم الزاوية الى اكبر درجة شان تكون واضحة بشكل كامل ان شاء رأيكم نبدأ اول شي واريكم جهاز الاطلاق ونجده متحمس له الصراحة كيشوفوه مقطوع من هنا فلنكمل عليها خرج جهاز الاطلاق هذا هو شكله مختلف الصراع عن اجل الاطلاق اللي عندي خلينا اجيبه واحد عندي هذان الاصليين الاثنين فقط بهذا الشكل اللي هو نبكى منفصل جوني مع المجموعة الخاصة لتويبرو اللي كان فيها خلو شجوع المسخد خاصة فشكله مختلف شوفوه كان هنا مقارنة مثلا بين الاصر ولا زرق الشكل مختلف بس ما نعب هالقوة مختلفة من تحت مثلا هنا نفس الشي اتكبر شي ما يعجبني في اجل الاطلاق في جمال العلم وهي انو الربكورد حيكون بهذا الشكل شوف كيف مطعوج فعسان اصل او صلحت او انا مثلا اعتنيته بالجهة المعاكسة برضو حيخرب وحينكسر من هنا من هذا الطاعة المكان المطعوج منه نصير مقارنة بين الربكوردين اللي بشكل عام اوكي والله قصير لا ولا نفسه 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 مية في مية وهذه حركة حلوة معلومة سريعة بتقدر تبدل الربكورد اللي عندكم لو كان زي كده يعني الربكورد سليم ما في له اي طعجات بتفعل جهاز الاطلاق حق براثل لو قدبتوا اشتره براثل ليش؟ لانو القوة كلها بجهاز الاطلاق مفي الربكورد فهم ديكم تبدلوا عادة حين جات اللحظ الحاسمة نطلع القطع مع بعض بس يا جماعة بالله الموضر اغزب اللايك يعني اعقون اللايك علشان نبغى المقطع نتشغ نبغى رجع التفاعل زي زمان نحن نبدأ دحين واخيرا بالشرع عن اول قطع وهي اللير بس في البداية خلينا نفك اللير ونقسمها ونجزئها ككل بلابة القامة طبعا عندنا هذه الحديدة والويت اكيد لها اسم خاص وعندنا الجي تي شب اللي جاي بهذه الشكل شوفوا الجي تي شب فيه تنين هنا شوفوا هذا راسه باقي هذي جسمه راسه واحب بس لانه هذي عين اللون الاحمر ونفس الرنج اللي جاي اكيد بلون اصفر وازرق والازرق عبارة عن مطاط كيشوفوا طبعا التيف هتكون في نفس الجي تي شب وزي من شايفين التيف تعتبر متوسطة ولكن النابض حق نفس الدرالر هو اللي يخلي التيف ضعيفة ويقول خليزهم عن تلبلغ صراح سيئ وهذه هي لير براثن الكرامة بعد التركيب شكلها وتصميمها الصراحة زي كل تطورات براثن ما غيروا اي شي فيها غير انو خلوه ابتقية القامة خلونا ذي حين نصوه مقارنة بالليير التيربو لبراثن الوحدة اللي بولبو لاع فريد طبعا براثن كان لفريد وبعدين صار لي وسام حيرجع الفريد طبعا في الجزء الخامس وهذا هو براثن الكرامة بالنسبة لي الصراحة ما اشوف فيه اي فرق نفس الالوان الحديد كان هنا خلوه ويت وخلوه داخل اللير مثل الالوان الاسرر البرقالي والازرق كلها موجودة هنا برضو فبتغير التصميم شوية والالوان زي ما هي مال يعرف فيها الآن القطعة اللي بعدها هي القطعة الثانية والاساسية وتتبر بشكل مرة كبير نقطة قوة اسطورية لبلبل براثن وهي الحديدة او الدسك والزي من شايفين جاي الدسك مدمج مع الفريم لا يمكن نفك الفريم زي مثل ببلبل الحصن لا هو مدمج مع بعض وترى الدسك او الفريم تساعد على قوة البلبل على قوة هجومه نتوقات هادية والشرفات الصغيرة جاية بعكس دوران براثن البراثن دور يسار فهي احد دور على اليمين حتى ما تكون جدا مؤثر على البلابل نشوفوا كيف جاي شكلها مع اللير اخر قطع معنا في مقطع اليوم وهي الدرايفر درايفر جزء الرايفر جزء رابع درايفر جي تي يعني هذا هو الدرايفر يا جماعة درايفر رهيب يمكن من الدرا هذا بس يمكن نقل ثلاثة مقاطع الدرا طبعا من نمط القدرة على التحمل ويتناسب مره كثير مع بلاب اليسارية وهو يتناسب طعم كل الدورانين ولكن الأرض مع بلاب اليسارية ولو ملاحظين هنا في زي نقطة دائرية صغيرة نصد درايفر العريض هذا النقطة هي محور ارتكال بلبراثن في الدوران وهي اللي ستخليه يدور في منتصف الحلبة رحين زي اللحة تركيب البلبل طبعا بعد هنروح لقياس جزء القطع نويس والله ناس التيت صدقوا يعني ليه هنا مرة ضعيفة هذا أصلي كمان شوفوا هذا أصلي طبعا بس انه قديم من زمان عندنا يعني جانب من علبة الحظ مو من علبة الحظ كان في علبة عندنا هية وطلتها من أحد الأسخاص فكان داخل لبراثن كنا نلعب في الفترة الأخيرة هو طبعا من البلبل الأصلي شوفوا هنا واوه المحضة مرة قوية كده البلبل يتحطن بسولة يا اخ غريب بعين آخر واحد ضعيف حتى تشوف من قوت ومن قادر يركبه قياس أوزار القطع صح نسيت عن ذلكم ترى هذي نسخة هاسبر بلبل براثن الكرام اللي جاء تأخذ الهربلس فيه برطة عندنا هي فأول شي خلينا نطقيس وزن اللير كل قطع على حدة يعني 22 كرام و25 الديسك مع الفرين 27 كرام يعني بس قطعين دوس 60 الدرايفر 6 كرام خلينا نشوف البلبل كل كم يطلع وزنه خلينا نقابل مع بعض البلاب البلاب اللي بتحناها 56.14 مهلا لو نبغى نشوف بلبل البارع 63 وثنين البارع تقيل فرد دوره طبعا دوره مرة تقيل 22 كرام فبراثن أثقل من الحصن واخر من ثنين البارع فعنجا كله في النطح بالنسبة للوزن أو أثقل واحد من البارع بعن براثن بعدين الحصن فخلينا نشوف أي وصول مقارنة نشوف كم زاد عن بلبل براثن الوحدة خمسين يعني والله زاد بشي بصريت مو مرر الشيء الكبير ماذا ما زلنا 10 كرام نحن نجرب بلبل من الحلبة وهذه أول تجربة فجمنا نشوفين قلب على التحمل رهيب الصراحة فهنا مثلا نجرب بضل فكرة تتلخر براثن كرامة أول انزال من البارع بعدين برافركم أن النسخة من جيد مرة قوية يعني أن النابضة في الدارة قوي أو أن النابضة في الدارة الأساسا قوية لأن هذه النسخة يا جماعة كامل وأنا أعرف أن هذه النسخة لديه ضعيفة مسهولة بس نسخة يصلي على القوية سأجلب لدحن شجاع الجيتي هو أكتر ند يعني ديما تقولوا عنده مناطق ضعف ضد الشجاع خلينا نشوف النزال الآن بينهم مصدق اللي قاعد تشوفوا كيفين براثن موقع الحطم فالهن هنلا مع بعض شجاع الجيتي شجاع الجيتي مرة قري واحد أقوى الخصوم بالنسبة للبراثن كيف تعادل سيبوكم من المتعادل حاجب لديه النسخة الثانية هذه هي بابضة وصلية مثل كارس هومي بس هذه مدلة كثيرة فيها ضعف فقط تحطم فقط تحطم فقط تحطم فقط تحطم فقط تحطم سيبوكم على الاخر كليت هذا لا يوجد كلك بعدها نزال الثاني هاي نسخه قوي يا جماعة هي اخذ نسخه رئيتي رهيبة يا كراه قوية بس حنشوف مقابل عندновعجان ابنشوف فتيت بقوية او انا كان عندك خلقيتين حتى اثنين عندك فترقب لغ P site انا اصل لهاsp g اتمنى انو كدبتي بوصولكم م BL ترجوك لليمال ما وصراحا شابي ا 옛جته تصيره جديدة احضر من اكل طرق تصيره قدعمه فبس هل كل عندنا لنسوا لك رجالة في الجرس التنبيهات لو حابين شوفوا بيلي باستقرار شوفوا صورة المقطع ووصولوا الاختام شكرا مشاهدة ومع السلامة